اهلا بكم الى وسم اليمن نرصد لكم ابرز تفاعلات اليمنين في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وايضا ابرز الهاشتاغات المتداولة لدى اليمنين في منصة اكس كان وسم اليمن الابرز عن الانقلاب على حكومة الانقلاب انقلاب في انقلاب كيف تحدث اليمنيون عن حكومة الميليشيا الحوثية كيف تناول اليمنيون والكتاب والنشطاء والصحفيون هذه الحكومة بلغة من السخرية والتندر على حكومة سلالية اقل ما يمكن ان يتم وصفها بانها حكومة العصابة ابتداء من الدكتور ثابت الاحمدي حيث كتب ساخرا على خلفية تعيين الحوث ما يسمى بحكومة الانقاذ والبناء هذه واحدة من قصائد البردوني اهداء لهم بلا تحية اجتماع طارئ للحشرات اعلنت سلطانة القمل اجتماعا رؤساء البق الكتن لبوها سراعا وإليها اقبل الاقطاب من مملكات السل مثنى وربعة اما العميد محمد عبدالله الكوميم فقد كتب ايضا مفروض يكون التشكيل الوزاري لميليشيا الحوثي الايراني الارهابية كالتالي وبحسب الاحتياج وزير لتقديس وتمجيد عبد ميرندا وتحسين سمعته المشوهة وزير للنهب والجبايات وسرقة اموال اليمنيين وزير لزرع التخلف والدورات التجهيلية وترسيخ العبودية الطائفية وزير للامن والملاحقة والسجون وزير للحراسات القضائية ونهب اموال المعارضين لهم وزير لتشييد المقابر وتغيير اسماء المدارس والشوارع والمستشفيات وزير للكذب الاعلامي والتضليل والتزييف وتوزيع العجابات على الحسابات الوهمية وحل الحروف المتقاطعة لابو احمد اما الصحفي احمد شبح فقد كتب معلقا على حكومة العصابة قائلا الطائفي محمد مفتاح رئيس تنفيذي لحكومة ميليش الحوثي طيرمانات صنعاء والمجاهد رفيق المؤسس صاحب صعدة طه السفياني رئيس فعلي ومشرف قرآني على الحكومة صاحب ابين الزنبيل الجديد الذي فر الى صنعاء بعد تمرد الحوثي محمد الرهوي كومبارت مؤقت نسخة جنوبية من العدم مهدي المشاط اما الصحفي فيصل الشبيبي فقد كتب في تغريدة له عن المؤتمرين في صنعاء قائلا المؤتمرين لا يشرفهم المشاركة مع الحوثة لعدة اسباب اولها واهمها انها حكومة غير شرعية وغير دستورية ولا يعترف بها احد ثانيا ان الحوثة ناكثون للعهود والمواثيق ولم يلتزموا بها نهائيا منذ عشرين عاما ثالثا ان المؤتمرين خارجون من الربح داخلون في الخسارة فما جدوى هذه الشركة الشكلية التي يصبح ضررها عليهم اكثر من نفعها اما الصحفي عدنان الجبرني فقد وصف هذه الحكومة حكومة العصابة السلالية بحكومة التطهير الحوثية قائلا نهاية الشراكة الشكلية مع المؤتمر والايام القادمة ستشهد التصفية النهائية من الادارات على يد الوزراء الجدد فقط جلال الرويشان منصب شكلي كمحلل ابرز وجهين بالتشكيلة هو العلامة محمد مفتاح بصفته نائب اول وهو رئيس الوزراء الفعلي اضافة لنائب اخر هو محمد المداني الذي كان يرأس مؤسسة بنيان وهو التنفيذي العام عبد الكريم الحوثي مكانه بفساده وجرائمه كونه عم السيد فقط ازاحوا قحيم من الحديدة لكي يعينوا فيها هاشميا وتتحول غابة للآل وربما ربيبة منهم وريبة منهم بشأنه لاحتكاكه المستمر بالبحرية ويوسف المداني اما حسن الصعدي وهاشم شرف كانوا عمليا ماسكين قطاعات التعليم والاعلام تنظيميا حسين حازب ابعدوه ومكانه الطبيعي يرجع دويدار مع عيال الامير اما الهندس طارق مكرد فقد كتب تغريدة قال حتى الحوث انفسهم مستحيين يفتحوا مساحة عن الحكومة السلالية لو كانت نسبة وجود السلالين فيها اكثر من خمسين في المئة بشوية كانت وشونا ثلاثة ايام على الاقل عن التغيير الجذري والكفاءات والتنوع والتغيير والبناء لكن مرت تشكيل العصابي وهم عاملين انفسهم ميتين الناشط ابراهيم عسقين كتب عن حكومة العصابات وعن غالبيتهم قال حكومة عصابات غالبيتهم من بني هشهش وليس لاحدهم اي صلاحية غير الجبايات وتنفيذ التوجيهات وسابر يا سيدي وعيني يقال تغيير الاحذية لا يغير الطريق هالمشكلة الحقيقية تكمن في الاقدام اما الصحفي محمد المهدي فقد كتب عن الحكومة واصفا لها بحكومة القمل قائلا حكومة القمل الغير معترف بها كلها من سلالة بني هاشم في واحدة من صور العنصرية التي يمارسها الحوثي في مناطق سيطرته وبالمناسبة محمد مفتاح هو رئيس الوزراء الحقيقي لهذه الحكومة والرهوي واجهة ليس الا ومن لا يعرف محمد مفتاح فهو المرتبط بالمخابرات الايرانية وهي من دعمت له حزب الامة المدعوم ايرانيا وبوجود مفتاح تستكمل الحوثية الهوية العقائدية السلالية العنصرية مع محمد مفتاح تم الحكم عليه بالاعدام بتهمة التجسس وبارتكاب التجسس لصالح ايران الباحث والدبلوماسي مصطفى ناجي الجبزي كتب ملحوظة عن هذه الحكومة عن حكومة العصابة قائلا ملحوظة عن حكومة تشكيلة الحوثيين لا توجد امرأة واحدة ضمن الطاقم تشكيلة تعكس تصور الجماعة للبناء الطبقي في المجتمع يمكن ان نقول عنها انها حكومة هواشم وصعداويين والبقية تحلية اختيار وزراء من محافظات الجنوب ليس مؤشر للوحدة الاجتماعية انما مستهدفات الحوثي لاختراق بعض محافظات الجنوب واولها ابيان الصحفي بشير الحارثي ايضا كتب تغريدة عن حكومة العصابة قائلا حكومة الحوثي جميعهم ديكور كومبارس اذا اردتم معرفة من يديرها فاسألوا من هم نواب الوزراء ومن هم الوكلاء على سبيل المثال جمال عامر وزير الخارجية ونائبه حسين العزي عشان تعرفوا فقط من الديكور ومن صاحب القرار اما منصة كلمة فقد ايضا نشرت تغريدة على حسابها في تويتر عن حكومة حوثية جديدة والمرتبات ما تزال مصادرة اعلن الحوثي اليوم عن ما اسماه بحكومة جديدة استغرق تشكيلها قرابة عام كامل الحكومة الحوثية الجديدة هي الثانية منذ اجتياحه العاصمة صنعا وانقلابه على مؤسسات الدولة يستعرض الحوثي بهذه التشكيلات لكنه متنصل بالكامل عن المقصد الحقيقي لها وهي خدمة المواطنين وتنفيذ الواجبات المناطبها الاعلان الحوثي يأتي وهو ما يزال يقطع مرتبات المنظفين منذ اكثر من تسعة اعوام كما ان فساد الميليشيا في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها بلاغ مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل اما الجنوبي فقد كتب تغريدة عن الاسماء والتغييرات في حكومة العصابة قائلا كل الاسماء والتغييرات في حكومة ميليشيا صنعا جاءت جاهزة من عبد الملك الحوثي والمدروء احمد غالب الراوي كوز مركوز عشان يقولوا هو من اختار قائمة الاسماء بدليل وزير الداخلية الحوثي نفسها السابق والدفاع نفسها السابق وزيد عاد جابو الصعدي والمهدي والمداني وشرف الدين وكلهم من البيت الدكتور محمد الزيادي كتب تغريدة عن الحوثي وعن حكومته عن حكومة العصابة قائلا الحكومة او الحوثي يشكل حكومة ذات اصول سلالية فارسية تحت وصاية ولاية الفقه الايرانية لم تضم التشكيلة يمنيا اصيلا واحدا بينهم كلهم الا اثنين من الزنابل من اصهارهم ووراثة المكالف ولزوم اعلان الحفلة بس اصيل السق الذي كتب ايضا في حسابه على منصة اكس هل توجد مهمة للعصابة التي عينها الحوثي اسمها حكومة في صنعها غير تحصيل الجبايات ونهب حقوق المواطنين وموارد الدولة التي اللي جيب الحوثي الى جيب الحوثي هل ستنفذ مشاريع هل ستصرف رواتب الموظفين التي يسرقها الحوثي لما يقارب من عشر سنوات طبعا لا بل ستستمر هذه العصابة في تحصيل الجبايات ونهب اموال المواطنين واداعها الى خزينة عبد الملك الحوثي الخاصة فقط والشعب يموت جوع تبا للص الحوثي وعصابته متى سيشبعون ويتركون اموال الشعب للشعب